انا بحب ألبس الأكساسوريز قوي بس ما كنتش ببقى عارفة هي بتتقفل ازاي رحت ورشة وقعدت مع راجل غالبان جدا وقلت له أنا عايزة أعرف انت بتقفل شغلك ازاي فكان دايماً المبدأ بتاعي في الفانيشنج ان انا لازم اعمل حاجة واو حاجة اي حد يشوفها لازم يقرر ان هو ياخدها من كتر ما هي فيها كواليتي يعني بس دخلت الموضوع من اربع سنين ابتديت في الاول اشتغل شغل بسيط ده عقد لولي مزارع ده تلات دوار ده كريستلز فيروز ده العقية التورمالين اللي بياخد شيبس مختلفة ده شكل التورمالين مختلف عن الاولاني ده الليان حاس فيها حجر عقيد فيه انواع كتير قوي من كل حجر موجودة في السوق عندك البيور اللي هو درجة اولى من البيور ودي طبعاً لها تأثير بيسموها شبه الكريمة دي لها تأثير على الحالة النفسية ودي في الغالب انا بشتغل بيها عشان تقداري ننسي توفي الاسعار للناس بطريقة كويسة تأثير الحجر على الشخصية والحالة النفسية ده تأثير يعني فضيع بس الناس بتعرفش حاجة عنه كتير انتي عندك احجار بتغير الحالة النفسية من المود السيء جداً لمود عالي جداً بتخليك عندك حالة إيجابية فضيعة يعني فيه احجار طبعاً بترمز للسروة والسراء يعني زي اليقوت والألماظ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة